موسيقى موسيقى حديثنا اليوم على بلاد النسري وكعك الورقة بلاد الحناية والمعبد بلاد سيدي علي عزوز والجبل اللي عليهم ما يتخالفوش زوز هي زغوين أو كما سميوها الرومان قديماً باسم ذكاء تعاقبت على زغوين العديد من الحضرات الحضرة الرومانية والحضرة الإسلامية وصولاً لاحتضان المهاجرين الأندلسيين الشيء اللي خل زغوين تمتلك العديد من المعالم المميزة للجهة واللي جعلت منها وجهة سياحية بامتياز فالمنطقة تنفرد بجبل مهيب وطبيعة ساحرة جذبت عشاق المغامرة والاكتشاف طبيعة شجعت على السياحة البيئية والأيكولوجية هكالج زغوين هي اليوم عاصمة للسياحة البديلة بامتياز زغوين غنية بالعديد من المعالم الأثرية لتناهز 654 موقع أثري يتوزع في جميع أنحاء الولاية وهو ما يعكس الثراء التاريخي والحضاري للجهة الأثر الروماني كان الأبرز في المدينة وخاصة معبد المياه اللي مثل أعقد شبكة لنقل المياه جرى الكشف عنها في التاريخ بل هو معجزة هندسية ومتربع على أحد صفوح جبل زغوين على ارتفاع 1295 متر عن سطح البحر شيد الرومان منذ القرن الثاني للميلاد معبد قدسوا فيه المياه النابعة من تلك المرتفعات الشامخة وتبركوا به لأنه يمنح لحياة القرطاج أنه ترجمة نانسي قنقر شكرا 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 دينة نابضة بالحياة تنبع من عمقها عيون مائية تنساب مياه والعذبة عبر الجبال الشامخة فعلى مدى التاريخ تحرفت زغوان بكونها خزان المياه العذبة المغذية للعاصمة عبر الحناية اللي توصلها القرطاج المياه العذبة هذه هي اللي تروي لليوم نبتة عسيتها في تونس وخارجها وساهمت في شهرة المنطقة اقتصاديا وثقافيا بفضل فوائدها المختلفة هي زهرة النسري الزهرة اللي أصبح الدليل يوصل لمدينة زغوان تعرف ماء النسري صاحب العطر الأخاذ بفوائده الغذائية واستعمالاته العطرية والطبية مثل ومثل العديد من الأعشاب الجبالية اللي تمبت على سفوح جبال زغوان الشامخة واللي تم تقتيرها واستعمالها وفي المجال الغذائي يستعمل ماء النسري في أعداد الحلويات عموما لكنه ساهم في شهرة كعك النسري وكعك الورقة الزغواني ذي الأصل الأندلوسي وما زال أهالي زغوان لليوم يحافظوا على التأثير الأندلوسي في الحلي واللباس في مناسباتهم واحتفالاتهم وما زالوا محافظين زادة على بعض الصناعات التقليدية والأكلات التراثية اللي تعود للحضارة العثمانية القديمة كيما لم يكن تزريب العليا القرية الأثرية اللي يمتد تاريخها لزمن الحكم الأمازيغي تتميز بخصائص معمارية تحمل في طياتها تفاصيل تتوافق مع نواميس الحضارة البربرية وحسب الذاكرة الشعبية القرية الجبلية هذه أحد عناصر الثالوث البربري المتكون من ثلاثة قرى وهي قرية تايز ريب العليا وجرادو الموجودين في زغوان وتكرونة التابعة لولاية سوسا وليقول زغوان يقول دار زغوان المضيافة يقول مدينة ماء السابي هي باختصار مدينة الفنون والحضارات مدينة تزخر بالثقافات غارقة في التاريخ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي check the 20 جرام زبدة قداش عملنا حاجات معناها فضلو اللي فضلت بيانسور البات عملت بها هكا سحين بسكويتة واشتراوهم بعد مزيان برشا مزيلت الباتسيوك خيمتاعي في الفور الفندو تاخت في الفور وطوى اشنا عملو شربة انفورة تعرفوش معناها اشتايا ووقت الخضر الورقية والقيمة الغذائية متاحة انا عندي متعة الفصل هذية بالخضرتو بكل فيه الكل جوزت الله يبعد علينا ان شاء الله البلاية والامرض الكلها في الحاجات الانفورة اللي بالخضرة النوع فما روز الجربي وتحية الجربي اللي يتابع فينا الكل اللي معشوق الجباهير اللي نحبوها الناس الكل طوى ان شاء الله انا عملتوا في السنة اللي تعديت وموجودة على اليوتيوب الحلقة سينوه طيب شنعودوه جوزت اليوم حبيت الناس اللي ما تاكلش الروز وتحسوا ثقير والكل بشنوه النجموه نعودوه نجموه نعودوه بالفعل مثال هذية اللي هي شوف دانج بهذية فما اللي يسميوها دويدا بهذية سينوه نجموه حتى بشربة لسان عصفور نجموه حتى هي نحطها برش يقول لك جويدا تمشيش تعجن تمشيش جيني هكا وانا منعاش المفور ديما بالخضرة يجيني معجن بش نعطيكم توا الحاجات اللي يجب انكم تركزوا فيها كي بش تعملوا حاجة بالخضرة في الكاسكاس بش تنجحوا وبش مجيكم مش معجنة كسوسوها روز وإلا المعجنات الأخرى الكل باي الروز في سافي ساعة نحكي لكم عليه الروز ديما نقول الروز لا صفر الكعبة التويلة دي كان مش بسمتي ميتش بالخضرة البسمتي نحكيه على روز تايلاندي اللي مفور هذك نغسلوهم لي حم بتاعوا وعند فهم حلقة بتاريخ ثمانية وعشرين اثنين شفتها الفراحة بتاريخ ثمانية وعشرين اثنين على اليوتيوب سباحكم تونسية طبش تلقوا فيها الروز بطريقة مفصلة أكثر كيفش نتعاملوا معاه نغسلوهم ليحن الولي الماء بتاعنا تخص باعوا يولي الروز متاعنا تنحت خلصنا من اكن شاء اللي يعمل والي خلي الكعبة تتعجن وإلا اللي خليه تقسم على برشة كعبات من بعد نحطوه سبعة خمسة لسبعة دقايق في ماء يغلي نحسبو بعد ما يبدأ يغلي الماء ما نفوتوش الخمسة سبعة دقايق نستقطروه نغسلوه مليح بالماء البارد من بعد نكملوا المرحلة بشتوفوهم دو معناها بالضبط يتغسلوا بعد ما تخفوش مع جنش وميشيش نقص تياب هذي يحكيو في التياب بالجاج أو بالحم الحم يخو أكثر وقت في الصمتان ماذا بيكم تنقصوه ماذا بيكم حتى ثلاثة دقايق جوز تقلب عليه الماسخونة كهو كيما تعرفوا الحم يخو أكثر وقت هوني أنا بش نعمل بالجاج بهذاك بنسبة للروز نجيو هنا للدويدا متاعي وإلا لل اخترت أربعة في خذات متاع الجيج تنجموا تختاروا كيما تحبوا تنجموا حتى الطرف تصدر تقصوه تريفات صغار تنجموا كيما قلت بالحم تنجموا أي طرف من الجيج تحطوه حتيت أربعة لقطاع الجيج هنا بش نعطيه فيكم رئيسات متاع ارطل ارطل خذيت في غميسال اللي هي دويدا هذي في الخضرة شنوها تاخذوا هنا باركزامبل ماذا بينا ديما ما نكثروش السبناخ والسلق خطر هما كيما تعرفوا فيهم كمية كبيرة متاع ماه النجم هما اللي عاجنونا للط بقى متاعنا هوني انا اخذت ربطة مع النوس تكون هكا خذرتوا من عرش علاش ولا ويسغروا فيها برشة تكون متوسطة متكونش صغيرة برشة ربطة مع النوس عملت معها نص ربطة سلق ونص سبناخ خلطت سلق وسبناخ وعملت ربطة شبت ما هي صغيرة ما تكونش كبيرة ربطة صغيرة شبت هوني يلزم الخضرة تتخلصوا من الماء اللي فيها الكل ماذا بينا تكون مستقطرة مليح مخصولة قبل بوقت وخليوها تستقطر بي حتيت هوني الفيغميسال حتيت الجيج الجيج كيما تراو فيه مفوح خاطر ديما عندي جيج ولا الحمق بل ما يمس الزيت ديما نحط له ملح في الفلكحل وشوية كوركم اشعر نديل هنا عرطل باش نحطو زوزو نص تماثم معجونة زوزو مغارف ونص تماثم معجونة باش نحطو بصلى هنا ماذا بيكم انتوما اللي بصلى سبقية اللي بصلى بي ذا اللي بالعروش لاخذر انا ملقيتش وكان الوقت شوية ضيق انتوما ماذا بيكم اللي بالعروش متاع وذيك السبقية تعملوه هو والاخذر ال بارتيل خضر خضر طوطري ما يقاثي بالعكس يعطيبنة كبيرة في الحاجات المفورة باش نحط البصل باش نحط رس ثوم نفس الطريقة اذا كان بالحم جوست كان علوش نحيوه التابل والكروية باش نحط مغارفة هريسة عربي هريسة كالفلفل اللي نفخناه ارحيتو مع ثوم وملح فقط من غير الكروية لحدا شاي باش نخليه جوست للطياب حتيت مغارفة هريسة انتوما الحرورية كيما تحبو هنا باش ناخذو مغارفة متاع ماكلة فلفل احمر كيما قلت لحرورية انتوما ونص مغارفة تابل وكروية اذا كانوا علوش ما نحطوش التابل والكروية وهوني الكركم الكركم من غير كمية انتوما حطو كيما تحبو والفلفل اكحل هذه الفلفل اكحل وبيانسور الملح ردو بانا من الملح على خاطر السلق كيما نعرفو السبانخ يعاندهم فيهم برشة كمية متاع ملح وهناي الزيت الزيت نقلو كاس هكاكا وهناي عنا نعناع شايح اللي حبي يحط نعناع شايح كيما تنجمو ما تحطوش اما راهو يبنن برشة خاصة كي يبدأ بتجيش اعملو جاو بربي على الوين هكا تفنو فيهم خاطر ياسر متعة عندي انا كن طيب الخضر الورقية بيانسور بدينة توا بشان ندخل مكونات هذي يكل في بعضها شوفوا محليهم لانوين كي يتخلطوا مع بعضهم هوني جزت حاجة واحدة نبدو متأكدين انو ما عناش ماء الجاج متاعنا يكون مستقطر مليح والخضرة كيف كيف هوني ساي الجاج فوحناه مليح طيب بشان ندخل فيه الشربة انتوما في الدار تنجمو تقصو فيه كعبس في النارية فما بعض الجلبانة يكن فاكر جلبانة نبدأ نضحك خاطر بشتوالي قريب بشتوالي في قهوة الصباح معنا بشتتحط في الجاري بشتحط في المفور بشتتحط في كل شي في وقت الجلبانة نجمو نحوتوا كعبات جلبانة انا ضد الجلبانة المكانجلة هوني بعد ما خلطت هكا فيهم حتى شاي كي ما قلتي ذا كان روز وإلا محمصة نفس وإلا حتى شربة لسان عصفور جي خفيفة 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 عالخر هوني خلطهم بالليح وطاو بش نحط الخضرة متاعي بش نحط الخضرة بش تظهر لكم برشا الخضرة من بعد راهو بش الذوب الكل عملت شوية حوسة باه وفي هذي هي دي ما تظهر لكم حاشة الخضرة صعيبة وينفاة حتى شاي جوز تركزوا بش مجينيش معجنة فهما حاجة هوني بش تراو في الكسكيس أنا حتى فراجة هكا خوزي محطوطين لهنا عليش بش البرتي اللوتانية كي يعمل كونتاكت البخار مع العجين ما يسكرنيش نقوبة متاع الكسكيس وتبدأ البرتي هذيك عجينة واحدة كي تقلبوا الروز وإلا الشربة ولا أي حاجة بش تلقوهم من لوتا عاملة هكا بختي كالعجينة على هذيك نحطوا هكا بش يبقى لهوي يدور يطلع لهوي من لوتا ويطلع للفوق ويرجع وحاجة أخرى الحاجات المفورة اللي بالخضرة راهي ما تتغطاش ما نغطيوها بحتى نوع متى خطأ لمثال حتى شيء اللهم مندي لم ندي نجمو نطويوها على أربعة ونحطوه جوزة عليش بش العرق هذيك اللي بش يوصل للخطأ ويعاود يهبط راهو بش يهبط على الشربة متاعنا على الخضرة وبش يعجنها من فوق انا طوي بش نكامل ندخلهم في بعضهم هذو ما بالقدي بالقدي ونحطهم يتفوروا ونمشيوا الموناء وضيوفها ومن بعد نرجعوا معها بقية التارت متاعنا اللي قريب بش تخرج من الفور شكرا لك شيف أسما وحنا طوي بش نمشي والطلع السوسة بتبيع على ولاية السوسة وبتبيعة سعيدة جدا اليوم باستقبال مدام روزلين كوردان وكذلك محمد العماري نقولكم أول حاجة بوش بيهبط؟ بوش بارية مرحبت عسلام مرحبت اليوم باش نحكي ومكنت تسمعني شو باش ننزجيوب مع مدام روزلين بالفرانسي ومبارث عن ترجموانا محمد بالتبيعة فما تظاهرها الحقيقة مهمة ومهمة للغاية باش تتصير في سوسة وبالتبيعة تظاهرها هذي تهم عمل خيري تهم السوس أكودا هكا محمد خوضر لجسم فاق تbase من المجتمع تمام между اشخاص فتح حصل Educator أسنين محنون جخولك مع obrigado أسنين محنون أسنين محنون جيد على جسم تحقيق وهو جBr جيد يستمو الذين يحبون في سلسة المجال في تونس في سولسة وهذه المتباكة لتجمع مرة واقربة لتجمع مرة واقربة اليوم هذه هي مرة لتجمع مرة واقع لكم هذه المرة التي يتحرك لكي يتحرك عيوني وخIE وخياركم مرة واقع لكي تجمع مرة واقع في الننة نعم صحيح هذا بس دائم لكيخ العامة بنا أجعلنا تجمع ب كيخالي مرحل بجمع الفرنسي وفهم هذا موزل في من الاعتباس تنظر على طمع طمع متفكرة لحضرة مأتمر نطرت عبر النذائع رسولة تعليم معنى نتحرك اونا نحن معنى نحن موزل معنى نشافة مدير ونحن تنتجون في مشغل صفحة توجه الطفال نقام من الصدفetz ونسألنا نعمة نجزيل pour les enfants et nous pensons aux enfants malheureux comme SOS Village ou la boîte à bulles de culture c'est l'apprentissage de la langue française dans les quartiers défavorisés. Voilà على كل حسب madame رجلين تقول اللي بتبيع هذية بشيكون موعد خاصة مع الحرافيين لتجيع الحرافيين لتقديم المنتوجات خاصة وإنه مجموعة الفرنسيين اللي موجودين في تونس أو حتى تونس ينجموا يقتنوا من المرشي هذية ولا من هل التظاهرة هذية اللي من خلاله يتم بيع المنتوجات لأنه يتماشى مع عياد بالنسبة للفرنسيين بالنسبة للنوال وكذلك نهاية اللي سناء اللي محمد بالنسبة لكم انتوما وانت كحرافي مهمة برشح لخطر بيش تسوقوا للمنتوج متاعكم. احنا بصفة عامة الحرافي في تونس وفي تونس الكل وفي العالم أجمع. معناها متضرين برشح بالكورونا. بالكورونا. والحقيقة معناها ما فيمش حتى إعانات ما فيمش حاجة. معناها اللي هي عونة لعطيزان عونة لعطيزانها. ما فيم حتى حاجة جسك الانستان ما فيم حتى حاجة مع الدولة ومنكي كسو سوا احنا قينا تجيوب من أشقارنا نقوليني من الناس اللي خمت فينا نقولها خمت فينا و سدعونا Merci d'avoir pensé aux أحنا قلت فيمش حاجة لأنه حرف متنوعة حاجات معناتها حلوة برشة تونسية المزيانة أنت مثلا مختصة في صناعة المواد التجميل الطبيعية فما لا حرير كما عندي هنا مثلا هوا نشوفوا زدالة اللي بيجو الحاجات الأكسسوارات حلوة برشة زدها كل شيء كل شيء ميكلة زدالة لدات لدات فما بشي عملنا فازة مزيانة هوا نشوفوا زدالة هوا يعملوا لعب دونويل يعملوها باللا شوفوا محلية زدالة هوا هي زدالة مزيانة برشة معناتها حلوة برشة كفكرة كأكسسوار تحية للحرفة والحرفية اللي قامت بها نادية نادية تحية لي نشكرها برشة نقطلك بيش نعملو شجرة شجرة الميلاد بيش عملوها مزيينة بالدات تونسية 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 نحن تونسية نحاول كل شيء كم نحبوه نحن من أخرى مانيار و الحقيقة تجاوب كبير برشة معناها جي من وحتى معلوم المشركة معناها معهم سي رمزي معنا شبه رمزي معناها تونسية 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 50 artisans. 50 artisans, plusieurs spécialités. Exactement. Le miel, les bijoux, les dattes, les couffins, les accessoires de mode, le prêt-à-porter aussi. Nous avons des artisans venant de Tunis. ... ... ... ... ... ... هذه عندها خصوصية وبرج مل معمولة معنى تحاجة هذه حاجة من المهدية بتبعات تحية للحرافية في المهدية يعطيها صحة يعطي كل صحة شاء الله تكون حاضرة معنا في برنامج مرحبا برنامج سباح كم تونسي مفتوح لكل التوانس أو لكل الحرافيين بطبيعة donc cet événement sera كالدات Alors c'est le dimanche 6 décembre 2020 de 9h30 jusqu'à 16h et ainsi pendant toute la journée ce que nous souhaitons on a des animations musicales aussi de façon à ce que les enfants et la famille puissent venir voir Papa Noël qui est là toute la journée pour les recevoir et faire les photos avec lui et puis l'ambiance il faut l'ambiance Merci en tout cas Mohamed كما قالت معنا تفهم أجواء كبيرة تستنى في النسي كما قالت معنا نهر 6 décembre بطبيعة في السوسة وطبيعة هذه بطبيعة من العديد من التوانس من الزادة وفرنسيين اللي حيشين في تونس parce que les gens aussi les français qui vivent en Tunisie il y en a plusieurs et voilà donc ils sont ils sont quand même dans leur deuxième pays voilà C'est ça tout à fait et l'excès de votre accueil c'est rien de toutes les façons l'intégration je pense que c'est c'est naturel ça fait 14 ans que nous sommes là donc on est bien intégrés on a vécu la révolution avec vous tous donc voilà très très bien je suis maître artisan d'art en broderie haute couture voilà super donc voilà vous faites des choses donc vous êtes tombée amoureuse de du Sahel parce que complètement complètement oui c'est il y en a il y en a il y en a il y en a يعني هي قاعد نجو بوس ميزة أصحابي اللي زارتزان ونقولهم أحنا موجودين نحاولوا نعاونوا لقران ماكس فما تظاهرات صغيرة اللي هي تعيشني نقول أقل حاجة تعيشنا مش لازم مش لازم ماني مش طالب باش نستغنى طالب جوز باش نعيش خصبا محمد انتو ما كنتوا معنى إذا كانت فما سفريات كنتوا تمشيوا معنى حتى مع ديوان الوطن اللي صنعات التقليدية عديد من المعارض تشاركوا فيها في تونس كل شيء واقف تو صحيح صحيح في العالم الكل هو الحقيقة اليوم وضع على البشرية الكل العالم الكل صحيح صحيح أما المشكلة بتاعنا مش صحيح نو وقف على البشرية الكل أما أحنا بصفة خاصة اللي زارتزان وراهو يعيش نهار بنهار وراهو صحيح معنى ها عائلات بتبيعة عيش نعم معنى عندي ناس ما عندهم مش حق دوية معنى سيقراض معنى شنو هذا وينو صنع وينو صنع معنى إذيك الحاجة وكم نعم ليس حقا لأمان تنسيين فم هتشي إخر وكما ألم يزيدني على أمان تنسيين الطريقة 1 Merci d'avoir pensé à ça surtout à soutenir les artisans tunisiens c'est très important parce qu'avec la Covid et ce qui se passe dans le monde les artisans en général dans le monde souffrent beaucoup Je fais partie de l'artisanat donc en fin de compte quand on a un métier d'art comme le mien automatiquement nous pensons à tous les artisans du monde et cela fait la quatrième édition que nous faisons comme ça avec toujours la même passion, le même cœur parce que je pense que c'est une histoire d'abord de cœur, quand on est quelque part il faut aimer ce que l'on fait et nous on aime ce que l'on fait surtout le faire très sérieusement sans se prendre au sérieux faire la fête, mais en aidant les gens et en aidant les petits-enfants aussi qui en ont bien besoin dans les quartiers défavorisés je pense aussi et on va faire aussi une action un hiver au chaud par rapport au Rotary Club et Rotaract, un hiver au chaud ou près du Père Noël et j'espère avoir une petite montagne de vêtements et de couverture pour les plus démunis de façon... Dans le cas, comme vous l'avez dit Mme Roselyne le plus important est que les gens veulent se rendre compte, les femmes qui veulent se rendre compte pour qu'ils se rendent compte pour qu'ils se rendent à l'Afrique et pour qu'ils se rendent compte pour les gens qui ne sont pas ce qui veut dire, c'est ce qui veut dire qu'ils se rendent compte dans ce qui veut dire qu'ils se rendent compte C'est ce qui veut dire qu'ils se rendent compte C'est spécial, vraiment c'est spécial il faut vraiment... Il faut goûter au chocolat chaud donc nous, notre chef, elle a préparé aujourd'hui une tarte au chocolat 100% chocolat C'est ce qui veut dire qu'ils se rendent compte C'est ce qui veut dire qu'ils se rendent compte C'est ce qui veut dire qu'ils se rendent compte C'est ce qui veut dire qu'ils se rendent compte C'est ce qui veut dire qu'ils se rendent compte C'est ce qui veut dire qu'ils se rendent compte C'est ce qui veut dire qu'ils se rendent compte C'est ce qui veut dire qu'ils se rendent compte C'est ce qui veut dire qu'ils se rendent compte C'est ce qui veut dire qu'ils se rendent compte C'est ce qui veut dire qu'ils se rendent compte مكتوب نادينا ميدي ساعات فرحانين وساعات تتبكينا هم يومين مشدينين مكتوب نادينا ميدي ساعات فرحانين وساعات تتبكينا لينا أحلامانينا وكرا سمان يكسر ولونا بينا ومتن دينا وليك ناسم ناسم وليحن ضيع وندي هم يحناكو من داي هم يحناكو من داي ترجمة نانسي قنقر 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 رحلتنا فرحتنا بتعرف أمنينا لينا أحلامة لينا للزمان يكسر ولبنا فينا وما في يدينا واللي بقصرنا ونصبنا ولي حنطيع عمرنا إيه رحناكو جندي إيه رحناكو جندي أشكي المين وأحكي المين دنيا بتلعب بينا كنا سنين ولا عارفين مكرا جايب ليهلينا بينا للفرحة بينا قبل الجراح ماتدق ببنا بينا وما في يدينا أو من نصبنا ولي حنطيع عمرنا إيه رحناكو جندي إيه رحناكو جندي موسيقى مواصلنا فقرات برنامجنا واستضافاتنا وبيش نمشيوا لي الربط المباشر مباشرة مع زميلتي إيمان الصيد اللي موجودة مباشرة من ساحة الحكومة بالقصبة وين موجودين زملاء الصحفين اليوم باتباعة في يوم الغضب للصحفين التونسيين مرحبا موني ومرحبا بسيدة المشاهدين سحي كما كنت تقول احنا اليوم في نقطتنا الخارجية حبينا نكونوا موجودين مع زملاءنا الصحفين اللي هنا في ساحة الحكومة بالقصبة لمواكبة الوقفة الاحتجاجية للصحفين بعد ثلاثة أيام تقريبا من حمل الشرع الحمراء اليوم الصحفيون ينفذوا يوم الغضب اللي تخلوا وقفة احتجاجية في ساحة الحكومة بالقصبة وفي مختلف الجهات احتجاجا على سياسة المماطلة التي تعتمدها رئاسة الحكومة في تعاملها مع المطالب المؤجلة والمشروعة للصحفيين ولمزيد مدنا بالمعطيات معايا الى جانبي ضيف صباحكم تونسي لليوم في هذه النقطة الخارجية نقيب الصحفيين محمد ياسين إجلاسي مرحبا يا محمد مرحبا بك سبا خير ياسين اليوم نوصلوا ليوم الغضب هات نشوفوا من اللول عليش وصلنا لليوم عليش معناها شنو المطالب شنو التعاوم للحكومة مع الملفات العالقة للقطاع عليش وصلنا لليوم الغضب اليوم اولا شكرا على الاستضافة احنا وصلنا ليوم الغضب يعني كان قبل جملة كبيرة من المطالب البيانات والمطالب اللي رفعناها الى الحكومة لم يكن هناك اي استجابة جدية من الحكومة بخصوص المطالب اللي تم تقدم بها مطالبنا كلها تعنى وتهتم بوضعية الصحفيين المهنية والاجتماعية والاقتصادية كلها بمكانة الصحفي بخصوص اجره الاجر الذي تمتع بين الصحفي يعني كل هذه المطالب احنا ارفعناها مسئلة التشغيل الهش في الاعلام العمومي وفي الاعلام الخاص مسئلة العاتلين عن العمل وتشغيلهم مسئلة اسلاح الاعلام العمومي الذي يعاني من ضعف هيكل كبير مؤسسة الاعلام المصادر اللي اليوم مهد بالافلاس ومهد بالتصفية والغلق يعني جملة مطالب يعني منها قطاع الاعلام قطاع الاعلام لمدة عشر سنوات تبنى مطالب كل القطاعات الاخرى ولم يتبنى مطالبه انا الاوان ان قطاع الاعلام يدافع عن نفسه ويتبنى وينظل من اجل تحقيق مطالبه المشروع هي الحكومة لم تتعامل بجدية الى حد الان مع اي مطلب ورغم كل البيانات وكل الوعود وكل سياسة التصويف والمماطلة قاعد كل شيء معتها مجرد كلام لم نتوصل الى حد الى اليوم يعني منذ على اقل شهرين او اكثر من شهرين لم تكن هناك اي اجتماع جدي اي مفاوضات جدية اي مساعي جدية من الحكومة بل بالعكس مرينة منها كان بوادر سوء النية مثل مثلا سحب المرسوم 169 اعتبرناه معادات الاعلام الاعتمادات التي تم رصدها للمؤسسات الاعلامية التي تعاني من ازمة كوفيد الاتفاق كان انه يتمتع بجزء منها الصحفيين والحكومة في سياسة اقصائية للنقابات تم اقصاء الصحفيين والعامين في المؤسسات هذه يعني كل مسار الحكومي الى حد الان هو مسار يعتمد على المماطلة يعتمد على التسويف وليست هناك اي نية جدية للتفاعل الحقيقي لذلك اطلقنا جملة التحركات التحركات هي عبارة عن الايام التي تعدات كانت رفع الشر الحمراء اليوم هو يوم الغضب يوم الغضب الصحفيين يعبروا عن موقفهم وليوصلوا صوتهم القوي وليدافعوا عن مطالبهم المشروعة في حالة لم تسجب الحكومة ولم تقدم اي خطوة جدية للتفاعل مع مطالب الصحفيين يوم 10 ديسمبر هناك اضراب عام في قطاع الاعلام وفي قطاع الصحافة يشارك فيه كل المداخلين في قطاع الاعلام واعتقد انه ليس امام الحكومة سوى الاستجابة لمطالب الصحفيين سوى الالتزام بتعهداتها السابقة سوى نشر الاتفاقية الايطارية المشتركة سوى تسوية الوضعيات في الاعلام العمومي والخاص سوى ايجاد حل جذري للمؤسسات المصادرة واسلح الاعلام العمومي وتشغيل العاتلين يعطيك الصحة ياسين موني الى جانبي ايضا نائب المساعدة اميرة محمد اميرة تتمى ما قالوا النقيب محمد ياسين جلاسي كن نزيد انفسروا اكثر الاتفاقية المشتركة اللي لليوم موقعش نشرها في الرائد الرسمي للأسف هذه اتفاقية تم امضاءها منذ تسعة جامب 2019 وامضاها نفس الوزير الحالي اللي موجود في الحكومة هشام المشيشي وهو محمد الترابلسي الذي امضى الاتفاقية في تسعة جامب 2019 ولكن اليوم يقول امضها على عجل فنحن نتسائل هل نتعامل مع حكومة فعلية ام حكومة هوات تمذي اتفاقات على عجل من غير ما يقراه الاتفاقيات هذه ومن بعد اليوم يحاولوا يحوروا نص الاتفاقية هذا اللي احنا رافضينه لا نقبل اي مس من نص الاتفاقية قرار المحكمة الادارية واضح يطالب استعجاليا بنشر نص الاتفاقية الاتفاقية راهي ما عندهيش حتى مفعول مادي تقريبا على الحكومة الحالية الاتفاقية فيها ضمان خاصة لعقود تضمن حقوق الصحفيين فيها ضمان ايضا لاستقلال هيئة التحرير فيها كل ما ينظم العمل الصحفي وفيها انه على الاقل عقود واجر ادنى للصحفيين خاصة انك نعرف اليوم انه القطاع الخاص اليوم لا يحترم حتى قوانين الشغل الاخرى فما بالك بقطاع لا يوجد لديه قانون ينظمه يعني هذه الاشكالية اليوم اللي ما تروحها مع الحكومة الحالية اللي ما القينا منها كان التسويف والايامات الاخيرة تصاعدت تصريحات بخصوص نحور الاتفاقية نتفاوض على الاتفاقية احنا لا نقبل اي تفاوض بخصوص محتوى الاتفاقية لا نقبل سوى نشر الاتفاقية في الرأد الرسمي نتفاوض بخصوص النقاط الاخرى وهناك نقاط لا تقبل التفاوض كقرار محكمة ادارية هل سنتفاوض على قرار محكمة ادارية يعني هذا غير معقول كيف لحكومة ان تطلب من المواطن ان يحترم القانون وهي لا تحترم القانون لا تنضبط لقرار محكمة اي يعني كيف كيف ستكون هذه الحكومة قدوة للمواطن يعني قدوة سيئة جدا ان حكومة ما تحترمش قرارات المحكمة للأسف هذه الوضعية اللي قينا فيها روحنا اليوم كذلك للأسف احنا نحكيو عن وضعيات الهشة في الاعلام الخاص لكن نلقى وضعيات هشة وتعاني لسنوات في الاعلام العمومي في مؤسسات الاعلام العمومي اليوم التقشف شوفناه كان بالنسبة للمؤسسات الاعلام العمومي للأسف حكومة ما تتقشفش حتى في ميزانياتها هي ولكن تتقشف في ميزانيات المؤسسات الاعلام العمومي اليوم وضعيات تعاني لسنوات ستة سنوات واثناشن عام وهو يخدم بعقود هشة ويقف ساعات على العمل لمدة غير غير محددة وبعد يتم عود للكونتراه من جديد. هذا للأسف ما عادش نلقاهه كان في الأعلام الخاص. هذا حتى في الأعلام العمومي. إصلاح الأعلام بقى شعار. نحكيه عليها عاشرة سنين توا. إصلاح الأعلام لكن واقعيا الحكومة وصلت للأسف في المتعاقبة الكل. تحب الأعلام يقعد مهمش. تحب الأعلام يقعد مفقر باش يصل سيطرتها عليه. باش يقعد قادرة ان هي تسيطر على بعض المؤسسات. احنا كي طلبنا وكالة وطنية للإشهار العمومي. هذه حاجة ما فيهش فلوس. وكالة الوطنية باش تضمن على الأقل التوزيع العادل للإشهار بين كل المؤسسات الإعلامية. باش ميتمش ابتزاز أي مؤسسة إعلامية من خلال الإشهار. يعني انك تضمن انت اليوم حيادية هيكل ينظم الإشهار العمومي. وما يكونش أدات في يد أي سلطة باش هي تبتز به بعض الحكومات باش تكون الحكومات هذية تبتز به بعض القنوات باش تكونوا بروباجندا لها. هذا اللي طالبين به. راهوا الصحافة الحرة والكلمة الحرة. يلزمها نصوص تشريعية تحميها. يلزمها على الأقل تضمن الحق الأدنى لكرامة الصحفي. باش ناجم يعطيك صحافة ذات جودة. هذية للأسف ملقينيش من الحكومة الحالية. لقينة كان التسويف كان المغالطات. للأسف هذية الواقعة لليومة لازنة باش نكونوا موجودين اليومة في القصبة. وباش نقروا إذراب عام. يوم 10 ديسمبر. وباش يكون زادة فم اعتصام بعد الإضراب إذا كان لم يقع التجاوب مع الملفات. شكرا لك إميرا يعطيك الصحة. هذي كانت اليوم موناء نقطتنا الخارجية لأسباحكم تونسي. حاولنا انه نقوم مساندتنا لزملائنا هنا في ساحة الحكومة بالقصبة. ولكي الكلمة موناء. شكرا لك وتحية لكل زملاء بالطبيعة لصحفين الكل. احنا توا مواصلين فقرات برنامجنا باش نمشيوا بحث الشاف أسماء وبعدها باش كون حاضرة معنا زميلتنا لم يذوادي وضيفتها من خلال الفقرة الرياضية. ورجعنا لكم بعد مطاب الفندو تاخت متاعنا هذي قترت بعد مطابت هاي مازلت فارغة لهوني كيما تروا فيها تتهازو تكون خفيفة ما تكونش ثقيلة حتى في الهزين. وهذا الروس في البابية الوفخية في السولوفان كيفاش كان فيه وصوة كاقعادة لتوه ما تحرقش حتى شيء كان في الهناء. من بعد في الخمسة دقائق الاخرانين ميسيرش نحيوه جوست باش يزيد يتيب شوية في بلاست الروس ما كانش هذي راهو هاكا كانوا هاكا ونحيناه نجمو كيما قلت نحطو اي نوع متاع بقوليات او مش مشكلة. طو باش نعملو السوس اللي باش نحط في وسطو السوس شوكولات. مناش متكوناه. سهلة برشة قد الشوكولاتة قد الكريم فخاش لكيد. اللي هو هنا مثلا عن ميتين واربعين خليت جرام الاحمر هو الشوكولات دو كوفيكتوه اللي نعملو بها الفوغاج وهو معناها في تونس تتسمى من اجود انواع على قل الشوكولاتة خطر الاخرى غالية باش نحكيوه على كيلو مياه وعشرين ومياه وثلاثين هو عندي انا مش منصوح به على الاقل في الوضع هذيه. باش ناخذو عليهم. ناخذ عليهم اربعة كعبات عظم. وميتين واربعين جرام شوكولاتة. هوني حتيت كأنو باش نعملو قاناش اما باش نزيدوه باش نزيدوه العظم. علش? بعد ما باش نحذروهن باش نصوبوه لهنا وما نش باش نرجعوه نطيبوه خطر احنا الخليط هذيه متاعنا باش يكون قريب يغلي معناها الحليب والكخام فخاش باش نخليهم قريب يغليو. من بعد باش نركض العظم هكا شوية ندخلو في بعضو. نضيف ساعة شوكولاتة اقبل. من بعد باش نزيد العظم. العظم تقريبا باش يطيب في الحليب والكخام فخاش السخونية. من بعد الفور متاعي مزال يشعل باش نطفيه وندخل فيه المول باللي في وسطها عشرين على اقل دقيقة كاكا لين تشدروا حراهو مانيش باش نطيبها هنا ها هيا غلاط عندي الكخام فخاش الكخام لكيد يعني والزبدة والحليب. سخنو مع بعضهم. شنو باش نعمل لهنا باش نصوب فيها الميتين واربعين جرام بتاع الشوكولاتة امتاعي. تنجم راه يذوب حتى في وسط الكخام لكيد ميانا هوني خطر الوقت مش كيفكم. ذوبتها شوية في الميكواند اقبل. هذا يلا. سايه هنا خلطناها مع بعضهم. عنا هنا كخام لكيد ميتين واربعين مية ميليليت خحليب. خمس وعشرين جرام شوكولاتة زبدة. ميتين واربعين جرام شوكولاتة خلطهم كل مع بعضهم. وطوى باش نحرك العظام في بعضه. وباش نصوبوا عليهم واكها وماني باش نزيد حتى شي. رشة صغيرونا ملح. من بعد باش نصوبهم في الفن دو تاخ تمتاعي. وباش ندخلهم في فور تافي ام سخون. معنى توا باش نطفيه. ونحط فيه التاخ تمتاعي. على قلة كيكة 15 طريقة. نمشيوا الموناء وبقيد فقراتها. ومن بعد ان شاء الله نماريكم النتيجة. موسيقى سباح النور موعدكم اذن مع الفقرة الرياضية البداية باش تكون بترحيبي بضيفتي سيرين مرابط رئيسة الولمبي للنقل المنتخبة الجديدة. مرحبا يا مدام. يا عايشك مرحبا بيك. هتون نرجع اكثر للتعريف خاصة بالمشروع الجديد للسيدة سيرين مرابط رئيسة النادي الولمبي للنقل. طبعا الحدث الرياضي الاسبوع هذا او البرح هو وفاة الاسطورة ارماندو دييغو مارادون عن سن ستين سنة باثر نوبة قلبية. طبعا عديد التفاعلات نبدأ بالارجنتين الرئيس الارجنتيني اقر. ثلاثة ايام حدية تشوفوا قيمة كرة القدم وقيمة الاسطورة او الساحر اللاعب هذا. كذلك احباء نابولي نعرف الكل من ثنين وثمانين الواحدة وتسعين لعب في فريق نابولي. الاحباء الكل خرجوا امام السورة الشهيرة ذي كمتاع ارماندو مارادونة وطالبوا باش يطلقوا اسم اللاعب دييغو ارماندو مارادونة على ملعب ساو باولو. اذا هذه هي بالنسبة لي الوقت ما يكفي نيش طبعا لكن الناس الكل تعرف صولات و جولات اللاعب ارماندو مارادونة في المنتخب الارجنتيني او مع الفريق خاصة عديد الفرق لكن ابرزها فريق النابولي. مدامنا في كرة القدم فقط احمد الاحمد يتفاعل مع قرار تجميده لمدة خمس سنوات يمشي للتاس ويطعن. يعني مسلسل احمد الاحمد و ملفات الفساد ما زالت متواصلة واكيدة انتبعوها. كل ما يتكون فم الجديد في الملف هذا. قبل ما نمشي لضيفتي حبيت ننهي بمباراة الدور التمهيدي الاول اللي يخوذها الاتحاد المونستيري مع فريق ملانج الاثيوبي. اذا مش يكون غدوة مش يكون المباراة منقولة على الوطنية الاولى يسبقها استوديو تحليل اذا غدوة في حدود السابعة بملعب بن جنيت بالمنستير. مرحبا مرة اخرى اذا ضيفتي سيدة سيرين مرابط. انا مش مش نقول لك امرأة وعلى الجديد الاولمبي لنقل. لا بالعكس معناها اولا مرأة ناجم تكون قيادية في كل المناصب ومنها كرة القدم. لكن حبيت نقول لك شنو المشروع وشنو الجديد اللي عندك بالنسبة الاولمبي لنقل او السيوتي كي ما يطلق عليه. بالنسبة لي انا بش نتعاملوا مع الجماعية كدورها الاجتماعي اللي كان في السبعينات وفي الثمانينات. نحبوا نحييوا نحبوا نقطروا الشبان. كما تعرفوا النادي الاولمبي للنقل هو خصوصيته انه في منطقة شعبية هو المتنفس الوحيد لجماعة الملايسين. هو اللي يهرب صغيرات من الانحراف ومن ومن الدويات ومن المخدرات ومن الحكاية هذه ومن الكل. نحن نحب ونعود ونقطروا الشبان من اللي يوليوا في السينيار ونحبوا ان شاء الله ما عادش كي ما توقع دين حالين بيبلغ كوتمان ونجيبوه من بره. نحبوا نحنا نرجع البابينياغ متاع السيوتي نرجع الملاب الملاعبية متاعنا الكبار ونرجع تاريخ النادي الاولمبي للنقل. مدام كي جبت على التاريخ الاولمبي للنقل طبعا فما فروع عرفت الاوجة اللي عطاها في التسعينات وفي الثمانينات منهم ألعاب القوى والملاكمة فماشي نية لإحياءها من جديد وخاصة دعمها. اكيد بش ان شاء الله بش نلقاوا الدعم الكيفي ان شاء الله بش نعودوا نحبوا نحييوا الملاكمة والعاب القوى والهونتبول زيدة الفتيات. فريق كبير كان الفتيات. كذوما الكل ان شاء الله بعملين عليهم في البرنامج متاعنا قدرة ربي ان شاء الله. به هو السقوط للقسم الثالثة الاولمبي للنقل كان في الفين وتلافة الفين واربعة. اكيد المال قوام الاعمال وبش ترجع معناها للقسم الثاني ثم الاول يزم فماشي فكرة متاع فماشي يعني تمويل الجامعية بش تنتدبوا ربما خاصة في سنف الكيبر. صحيح نحنا تاوى الممول الرئيسي هو زوجي نبيل بوعزيز رجل اعمال مقيم بكندا. هو الممول الرئيسي لكن نحنا توفت حين البيب للاي واحد يحبي يعاون الجامعية. عنا وعود من برشة رجال اعمال ان شاء الله نهارة اللي فيه بوعودهم نذكرهم. عنا قاعدين نخدموا على دوسي مع وزارة النقل. اللي سوف فانساني تنحاول لنادي الاولمبي للنقل. ماذا بنا كان نراجعهم ستمية تلف دينار ما هوش موطن صغير. عنا زادة ثم المال المخصص من رئيسة الجمهورية ماذا بنا كان يرجع على خاطر نحنا مانيش. كما نعود نقولها مانيش جماعية كروية بحثة. نحنا جماعية عندها جانب طعنا بالجانب الاجتماعي للمنطقة. فماذا بنا الناس الكل يتناجم اتعاون من موقعها. شكرا لك مدام سيرين. طبعا هذه اتليلة اولى ان شاء الله نلقاها وكتبعا في عديد برامجنا الرياضية. مدام نتحدث على الرياضة فما نشر رياضية يومية تبعوها في حدود للسبعة وخمسة وعشرين دقيقة. شكرا اذا على تلبيت للدعوة نمشي لك موني. شكرا لك لم يعطيك لصحة بتبيعة. هذي كانت الفقرة الرياضية ومسك الختام بشيكون معها ريم مقنيني. استاذة مختصة في علم الاجتماع في علم النفس الاجتماعي. اهلا وسهلا ريم. اهلا وسهلا بك موني. اهلا وسهلا بكل مشاهدين الوطنية. كالعادة المسك الختام بشيكون معاك. دي نصقح نفسية لنا كيفاش نغيره من حالنا. شوف موني اليوم حبيت نتحدث على شيء على خطر برشة اليوم يقولوا معنيها العالم الخارجي برشة تغيرات وبرشة عدم الاستقرار ويعني الوضعيات قادمة تغيرها والانسان ضايع في هذا الكل. اليوم نحب نحكي على شيء اللي هو ياسر مهم اللي هو الاستقرار اول ما يبدأ ساعى يبدأ بنفسيتنا وبالمشاعر متاعنا كيف نعرف وكيفاش نوجهوهم ونفهموهم ونفهمو حاجيتنا الاولى يعني الاستقرار جاي ساعة من الداخل من العالم الداخلي متاعنا وهذا شيء اللي ما نجمش نقول لك تنزل على فلسا من اليوم الغدوة بشتولي انسان مستقر وانسان اللي ساعات نبدأوا نتفرجوا على ناس ميهزهم حتى شيء. معنيها كيف يبدأوا يتكلموا يصيروا احداث خارجية يواصلوا للحديث متاحهم في كل معنيها الاريحية متاحهم ونبدأوا منبهرين بالاشخاص هيدو ما كيفاش وصلوا هالحالة متاع الاستقرار العاطفي وانس اخرين معنيها شخصيات هاشها الميزاج يتغير وكيف يبدأ الميزاج متغير مفهماش استقرار بتبيعة الحال معني حتى الانجازات في الحياة يتقصوا الانجازات ما نكملوهم مش نتغيرو كين بش ناخذو مسار ميهني فيس عما نغيرو راينا كين بش نعملو علاقات اجتماعية فيس عما نغيرو العلاقات متاعنا ومنيش فاهمين عليش احنا ما 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 حققناش يعني اهدافنا وانجازاتنا هو المشكل اساسي يجي من الميزاج الداخلي من التحكم من تعديل معناها العاطفة متاعنا ده اينا شنو نقول احنا تعلمنا معناها الاشياء اللي نخدموهم في 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 بدننا في فكرنا اللي هو معناها يعني عمل يومي كينما نمشي نعمل رياضة متاعي بش نخدم الميزاج متاعي يوميا بش نحن نتحصل على بدن اللي هو معناها فيه لياقة كيف كيف الذهن والفكر وكيف كيف العاطفة متاعنا يعني اينا شنو اللي ننصح به ومعنى هذا نتصور برشا يفهموه أول شيء ساعة ناخذوا وقت في نهارنا لازم هذية معنى نقول اللي عشرين دقيقة في نهارنا ما همش حاجة كبيرة بش نخدموا فيهم على يعني الحالة داخلية متاعنا شنو اللي هزنا في نهارنا شنو الأشياء اللي حزوا في نفسنا وما قينيش الوقت بش نعبروهم وشنو فينا المشاكل النفسية من نجي يعني احنا نخلطوا ساعات الأشخاص اللي هما منجموش يتحكموا في العاطفة متاحهم بطريقة لهم يخلطوا للعنف يخلطوا للمشاكل هكا ولا ليه احنا كيف نراوح بيت ساعات اللي حتى كل ما تقولهم يعنيها ترفضلهم شيء في دقيقة ما يتعدي ودي غير تمول العنف وحنا نراوها في المراحقة هذية وقت تبدأ مراحقة سعيبة يعنيها الشخصية الهشة يعني يولي يحس الإنسان اللي أي شيء خارجي يتغير أي أبستاكل في عوض معناها ياخذوا تحديات ولا ياخذوا اللي هو مدرسة الحياة بش يقدم بها بش يولي عنده عزيمة أكثر في دقيقة ما يحسها في نفسه وينهار ويتحل تليوم يقدمش معنى هذا هو المعنى الإنسان اللي ينمشيه لزاعات الإكستخيم اللي هو يوليه حالات مراضية في عدم الاستقرار متاع الشخصية وانتي تعرفها معهما دون كوني أنا نقول نقعدوا في نهارنا ونراجعوا ما نراجعوش شنو عملنا كهو نراجعو شنو اللي تحد في نفسنا وشنو العاطفة اللي مرين بها احنا نجمو نعملوا بلاند لاجورني شنو عملنا وينمشينا وينجينا شنو أصرفنا شنو معناها شنو اللي تعرضنا له في اليوم متاعنا لكن اللي أصعب هو وقت اللي احنا نرجعو للأحاسيس اللي مرين بها في الأحداث اليومية هذي مهمة يثنة ثانية حاجة نقولها إن برشة أشخاص يبدوا يعيشوا في ساعات ظلم يعيشوا في حزن يعيشوا في أشياء اللي هم حزينة معناها من العاطفة السلبية ويتجاهلوهم بمعنى لا لا إنا لباس لا إنا سفاء وميغزروش للعاطفة السلبية متاعهم معندمش القوة بش يفهموها ويعالجوها على خطرهم مهم بش أحنا في نهارك أنت معناها حسيت شيء اللي هو سلبي بش توقف عليه وتحكي مع روحك اللي هذيك شيء قلقك وتعبر عليه وتحاول كيفش تحاولوه وتحاول كيفش معناها تداركو على خطر ما كيش يقولي فما أنكمول والكمول هو اللي يخلي كل زوبعة بعد تصير والواحد يترشق في الحياة ويقولي جزء ما معناها ساعات حتى يرفض حتى بش يقدم وانتيحوا في الأحبات وفي الدبخيشون وكسا ترى وكذا زاد يصير مهم ثقافة التغيير الناس اللي عندهم عدم استقرار العاطفة يخافوا من التغيير يخافوا من كل ما هو شيء جديد يعني لازم نكونوا عن اللي الحياة مهيش معناها فما ديناميك كبيرة واليوم تعرف حنا بالتكنولوجيا بكل الشيء قاعد يتغير معناها من اليوم والغدوة فما تطورات كبيرة والإنسان يمكن لازموا يهيئ نفسه اللي تغييره وفيه بارتي دلافي وملازمش كل ما فما حاجة جديدة ولا تغيير جديد نقراوه اللي هو بش يفوت إمكانياتنا لا رهو تغيير احنا عنا بتانسيال عنا ديغو سوخس عنا ما يقدرنا بش نجمو نقدمو ونجمو نواجهو وما نكونوش في كل خوف وليفي ساعة ما يكون عنا ميزاج يتيح لسلبيات متاعنا هذي حاجة كيف كيف لبيلان متاعنا الاستقرار مينيجي كي عنا أشياء نقوموا بيهم واحنا حققنا أشياء في حياتنا مهم بش الإنسان ساعات يوقف مع نفسه ويقول انا نجحت وعملته وحققت وعملت البرنامج لهذا وعملت البرنامج هذا ونجحت في أنجازات حتى عائلية معنا في كل الميادين مهم بش نعمل أم بيلان بوزيتيف دو ما في رهو هذي كي يعطيني شوحنا ميناء شوحنا ليه ويعطيني إكل نوالي صلب معنا نخلط لك الاتزان الاتزان جستما بش ما نقولش يا أنا دمور ما تغيره وفيتتني خاطر هيش نوع انفان تكونت المزاج المتغير يعني إدراك للعالم الخارجي اللي فيتنا وهذا رهو هش فلسة رهو عمل يومي وجدي وخي ما عادش عنا خيار احنا نعرفه العالم الخارجي شنو ما اللي لديناميكة متاعو يلزمنا نتعلمه كيفاش نخدمه على هالذيك والنفسية وهذا أكيد بش نرجعوله هدو عمبار شريم يعطيك الله صحة بش نعود ونرجعوله معاك إن شاء الله حتى تعطينا أكثر يمكن نصقح بش نجمو نتجاوزو ونجمو نلقاو هالاتزان هذي شكرا لك يا عايشة نحن حالين احنا طو بش نمشي وطل الأخيرة باحذا أسمى بتبيعه نشوفه دبارتنا حاضرة وبعدا نقلكم إلى اللقاء ورجعنا لكم بعد ما حضرت الدويدة المفورة يعني ولا في غميسيل ولا تسميهها كي ما تحبوا اللي بالخضرة هوني طابت انتو ما تنجمو إذا كانوا الحمب ينصور بش يخو أكثر وقت هوني كيفاش تعرفوها طاب ولا ما طابش اي جاجم تحكم كيف تمسوا وتلقوها طاب بتصبيعة مش بش تكون الخضرة بش تاخو وقت أكثر ما تجيش وقتها تعرفوا اللي هي طابت هوني بش نوريكم من هي كيفاش كل كعبة وحدها معناها كي تبدووا تطيبوها ميسيرش لأول مرة حاولوا انكم تطيبوها وجربوها راي جي خفيفة 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 على الخر هوني التختم تعنا بش نخليها ترتاح و بش نخليها تبرد الغدوة على خطر الثلاثين دقيقة والعشرين دقيقة اللي في الفور اللي المساكر مازالوا بمتعاد داوش ومن رجمش نخرجها لكم مازالت ماء اللي يلزم الدخليني يشد روحوا في فور طافي من بعد نبردها شوية ونزينها على هذك ان شاء الله غدوة نوريكم النتيجة بش نقول لكم على البات المتعمية و 20 جرام زبدة شنو عملت بها عملت بها لي بسكوي هذوما عملت بها لي بسكوي كالك عبورة هكا عملت بها لي كعابر هذوما وفي الوسط هنا عملت كالك الحفرة صغيرونة حتيت فيها الشوكولاتة وزينتها باللي تحب معنا بشو تشوفوا اللي البات سوكري نجموا نعملوا بها برشحة حاجات عملت بها لي بسكوي هذوما ينجموا ياخذوهم الصغيرات وإلا في فطور صباح وإلا قوتة وإلا العشاية المهم حاجة بتاع دار نجموا نحطوهم في هكا أكيس صغيرونين ونسكروهم وكل يوم نعطيو لصغيرنا كيس صغيرون وفي الدار مع القيوة هذي الفخص الدخليني السوس وشوكولات اللي فضلت اللي بقات حتيتها دون درام كان هكا وباش نطيبها كيف كيف باش نخليها في فور طافي 20 د خيقان بعد ناكلها كيمة موس وشوكولات إن شاء الله يكون اليوم جاوبت على برشة تساؤلتوني عليها وعلى اقتراحاتكم وإن شاء الله في الحلقة القادمة الغدوة شاهية طيبة شكرا لك شايف أسما يعطيك اللي صحة بتبعها هكا نكون وصلنا لنهاية برنامجنا بالنسبة لليوم إن شاء الله غدوة موعدنا يجدد معكم اتداء من العاشرة صباحا وغدوة إن شاء الله باش نحتفيه بالشعب الفلسطيني وبالفلسطين الحبيب إن شاء الله برنامجنا باش يكون في عديد من الاستضافات وباش تكون الأكلة الفلسطينية حاضرة معنا احنا مبقالي كان باش يقولكم إلى لقاء موعدنا كيما قلت لكم يجدد معكم إن شاء الله غدوة ابتداء من العاشرة صباحا